غريبة قوي التفاصيل الصغيرة في حياتنا انا دلوقتي لما بشوف البسكويت والشاي بفتكر لما كنت صغيرة وكنا بردو بنجيب بسكوت ماري ونغطسه في الشاي ويقع ويتكسر والشاي يبقى عامل زي ما يكون عصيدة فعلا الزكريات اللي بيحتفظ بيها مخينة غريبة قوي وكل زكرة بيبقى ليها ريحة وليها طعم وليها حتى الأصوات اللي بتعيشنا تاني في الحدث في الفترة في المشاعر صباح الخير معلش انا ما سجلتش فيديوهات الفترة اللي باتت وكنت بحط من الحاجات اللي هي انا سجلتها قبل كده وغيرت ما معيد حاجات كان مفروض تنزل متأخر عشان خلتي توفت للأسف الواحد لما بيكون لوحده في غربة او بعيد عن الناس القريبين اللي بيحبوهم بيبقى الحزن بيبقى الواحد مش عارف يحزن ازاي سعليا الناس اللي هي قريبة من أهلها ومن قريبها ومن الناس اللي كانوا في محيط هذا الشخص اللي فقدناه بيبقى سهل ان احنا نحزن سوا نعيط سوا نفتكر الحاجات الكويسة سوا بنتكلم مع ناس عصره هذا الشخص وتعامله معه فبنعرف نحزن سوا بنعرف نقول ايه بنعرف نعمل ايه بنعرف نعيط اللي الواحده ما بيعرفش عيط ما بيعرفش يحزن ما بيعرفش يقول ايه فاعتقد انهم كانوا كم يوم صعبين جدا مش عارفة هل ده اسيق ولا يمكن ده اللي خرف في انه انه ان الشغل ما بيخلصش وان الالتزامات ما بتخلصش وان الواحد مرتبط بامور معينة وحاجات معينة لازم يلملم نفسه بسرعة علشان يقدر يقدم اللي كان مفروض يقدم فالحياة بتمشي ومفيش حياة بتقف على بني ادم الا في دايرة قائلة صغير اوي 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 احنا دلوقتي لازم نلبس وننزل فحيمكن اكلمكم كمان شوية وانا فيه موضوع مهم خالص عايز اكلمكم عنه اعتقد ان فيه ناس كتير اوي حتستفيد من الموضوع اللي انا هكلمكم عنه اشوفكم بعد شوية فعلا الحياة لا تتوقف الشغل شغال الناس راحة وجاية كام حدث من الاحداث الفضيعة الكوارث عدت على البشرية ومع ذلك استمرنا وعيشنا مش لازم احنا كاشخاص ولكن البشرية بشكل عام استمرت عاشت الناس اتبدلت اه بس بردو كان فيه ناس من يوم ما ربنا خلق الناس واحنا لسه موجودين فيه مننا بيموت وفيه مننا بيتولد والحياة شغالة وعيشة والناس بتروح وبتيجي والبضايع بتتنقل من مكان لمكان ازايكم قلت اشرب معاكم الشاي ودردش معاكم في موضوع مهم جدا جدا لكل البيوت مش المصرية بس لكل الناس تقريبا في العالم كله لان احنا دلوقتي بنمر طبعا بظروف صعبة جدا بعد ما الو اتش او او منظمة الصحة العالمية اعلنت كورونا فيروس الجديد انه هو بانداميك بانداميك يعني مرض او وباء بينتشر ما بين الدول فطبعا فيه دول كتير قوي منها مصر خدت اجراءات احترازية انها عطلت الدراسة وده اللي انا عايزة اتكلم عنه لان دلوقتي الولاد هيعودوا في البيت وبعد شوية كمان ممكن كمان الموظفين يعودوا في البيت او الموظفين في الشركات الخاصة يقولوا لهم اشتغلوا من البيت ده شيء وارد جدا جدا وطبعا يعني فعز التريقة والنكت على ان الناس هتقعد في البيت وكل الكلام دو انا بحب افكر بواقعي اه بقرر نكت وبضحك وكل حاجة لكن في نفس الوقت الواحد بيفكر بواقعي اه لان انا زيكم برضو احنا قعدنا في البيت والدراسة تعطلت سواء في الجامعة او في المدرسة السنوي فالولاد كمان قاعدين في البيت وانا قاعدة في البيت وجوزي قاعد في البيت فبدل ما تتحول الوقت اللي احنا هنقضيه في البيت ده مع بعض لمشكلة ومأساة وناكل بقى في بعض ونتخانق والكلام ده كله ازاي ممكن الفترة دي تكون فترة يعني ثالثة على قد ما نقدر الجملة اللي انا عايزة اركز عليها هي تعطيل الدراسة فدي مش اجازة فلازم نتعامل مع الولاد ان دي مش اجازة هو كل الحكاية ان احنا مش هنروح المدرسة وطبعا هيبتدي يبقى فيه اجراءات ان هيبقى فيه على التليفزيون او او على الانترنت الدروس والحاجات دي كلها فنعمل ايه اول حاجة انتم عارفين انا دايما ببتدي بالتخطيط بان احنا نحط خطة والخطة هنا تبقى عاملة زي الجدول والجدول يبقى شبه الجدول اللي الولاد بياخدوه في المدرسة نشوف بعد شوية يمكن ينزلوا مواعيد معينة للدروس وللحاجات دي نشوف امتى مواعيدها ونحطها في الجدول ونبقى فيه روتين يومي روتين صباحي نسحى الصبح انا بنصحكم ان تتخلوا الولاد يغيروا هدوم النوم لهدوم سواء خروج او ممكن يلبسوا هدوم المدرسة بحيث انهم يتحطوا في المود ان ده وقت الدراسة ويفطروا كويس ونقعد نشتغل هنقعد نذاكر هنقعد نقرأ هنقعد نعمل حاجة محددة في الفترة دي فده يبقى الروتين الصباحي على الضهر او بعد الضهر بشوية نبتدي الروتين اللي هو المسائي ودي بقى مثلا هيكلوا هيرتاحوا شوية هيلعبوا شوية ويبقى كل حاجة محسوبة بالوقت وكل حاجة معمول لها تايمر استخدموا التايمر على التليفون بتاعكم المنبه وتفر اللي هتستخدموه انا دايما بقول انا تايمر بتاعي على البوتاجيز لان الفورن فيه تايمر فبستخدمه وقت اللعب اهو من الساعة كذا للساعة كذا هتلعب هتتفرج هتلعب هتقعد على الايباد بس من الساعة كذا للساعة كذا بعد ما خلصنا الروتين المسائي نخش في الروتين الليلي نحنا نبتدي بقى نجهز عشان الولاد يناموا عشان يصحوا اه انا عارفة ان في ناس كتير جدا جدا هتتساهل وهيتعاملوا مع الفترة دي على انها فترة اجازة المحنة اللي احنا فيها دي هتعدي وهتمر زي ما مرت قبلها محن كتير اوي 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 لكن اللي هيحصل بقى ان احنا هنخرج من الفترة دي الولاد مخوهم تخن من القعدة في البيت وعشان هم بعاد عن القراية وعن المذاكرة وعن اي حاجة ولان فترات الاجازة الطويلة للأسف للأسف خصوصا ان احنا قاعدين في البيت اكيد بعد شوية لا هيبقى فيه تدريب لا هيبقى فيه نادي ولا هيبقى فيه اي حاجة يعملوها فلما نعمل لهم لما نقسم لهم اليوم للتلات اجزاء اللي انا قلتلكم عليها روتين صباحي روتين مسائي وبعدين روتين ليلي هنحط ايقاع لليوم وبالتالي وكمان يبقى فيه فترات هم قاعدين بيذكروا بيتفرجوا على على درس على حاجة فيه واجب بيحلوه فيه حاجة بيعملوها ما عرفش بقى موضوع الدروس الخصوصية انا بالنسبة لي في بيتي ما كانش فيه دروس خصوصية لكن فيه ناس كتير قوي عندها موضوع الدروس الخصوصية فيعني ندخله من ضمن الجدول الحاجة التانية كمان الزوجين وهم قاعدين مع بعض الستات مش متعودين على قاعدة الراجل طول النهار في البيت والراجل قاعد في البيت تعامل مع امراته هيعمل مشاكل شد وجذب انت فين انت بتعملي ايه انت فين انت بتعملي ايه تعال اعملي كذا هو انا يا ستة هانم قاعد في البيت عشان تقول لي اعمل كذا وكذا وهنتدي نشد وشي بيقى فيه شد وجذب مع بعض فلما نعد مع بعض ونقول اللهي احنا قاعدين الفترة دية مع بعض هنعمل ايه هنسوي ايه يومنا هيبقى ازاي انا محتاجة منك ايه انا عايز منك ايه يبقى فيه اجريم انت كده للتعامل مع بعض هنتعامل مع بعض ازاي ولما نتكلم مسبقا عن كل الحاجات دي منستنياش بقى لما تحصل المشكلة ونقلبها خناقة لأ هنتكلم مع بعض في المواضيع دية في الاول عشان يبقى وعدنا بعض مفهوش خناء ونكد وقرف والكلام ده كله مهم جدا كمان ان يبقى فيه شبه منطقة خاصة لكل حد يقعد فيه شوية يعني الشقة بتاعتنا لو قطين وصالة هنقول مثلا ان ممكن انا ااخد اللابتوب بتاعي واخش قط النوم اريح اعصابي شوية وانا دخل الاوضة دية محدش يجي عشان انا بريح اعصابي شوية الزوج مثلا قعد بيتفرج على التليفزيون برة في الصالة يبقى الولاد يعودوا في قطتهم كل واحد فينا محتاج وقت مستقطع في اليوم انه يبقى الواحد وشوية عشان ما نبقاش فوق راس بعض زي ما بيقولوا وبنخنق بعض فندي لبعض هذه المساحة من الحرية مهما كانت بيوتنا صغيرة ان شاء الله قوضة وصالة بقى في قوضة وصالة ومطبخ فكل واحد دي المنطقة بتاعتي دي المنطقة بتاعتك دي المنطقة بتاعت الولاد وانا قاعدة في المنطقة بتاعتي دي معناه ان انا عايزة ارتاح لوحدي مش عايزة حد يزعجني ونتكلم ونفهم ولادنا وانا قاعدة في المكان ده انا مش عايزة حد يزعجني انا مثلا في ايام كتير كنت بشتغل من البيت فكنت بفهم الولاد انا وانا قاعدة على المكتب ده انا في شغلي لان انا فعلا في شغلي وفي ميتينجز بعملها كنت اونلاين والكلام ده كله فانا قاعدة على المكتب ده محدش يجيه يكلمني عشان انا في شغلي فمهم جدا ان احنا نكلم الولاد كده ولما تكلموا الولاد خلوا نبرد صوتكم هدية وبحزن لما نزع ونصرخ الولاد تتعودوا علينا بنزع ونصرخ فما بقيتش فرقة بالنسبة له زعنا وصرخنا مش هيجيب نتيجة ولكن الكلام الحازم بهدوء زي ما انا بتكلم كده دلوقتي انا وانا قاعدة في المكان ده ما تجيش تخبط علي ما تجيليش انت في الوقت ده تغير تقرأ في الكتاب بتاعك ده تغير تعمل الواجب تغير تتفرج على الدروس دي تعمل حاجة معينة جوازاتنا لو مش متعودين على القاعد في البيت وفجأة بقاعدين في البيت فاحنا هنبتدي ان احنا عايزين هم يمدوا قدهم معانا او الانيال بقى كمان هو لو نصب من نفسه حاكم حاكم انت عملي كذا انت ليه ما عملتيش الحتة الفلانية دي انت ليه ما عملتيش كذا لو عايزين كوازاتنا يساعدونا شوية في البيت او يعملوا حاجة يصلحوا حاجة في البيت كان مفروض يصلحوا لاني كان فيه نكتة مثلا نكتة لطيفة خالص حطاها واحد من قريبي ما هو مش معنى يهانم ان انا قاعد معاكي 3 ايام اجازة انك ستلوبي مني اصلح لك لمبة المطبخ البيضة من 3 سنين هي نكتة واحدة بنتحك لكن اغلب النكات دي بتبقى جاية من مواقف حقيقية في حياتنا فلما يحصل ان احنا عايزينه يعمل لنا حاجة او عايزينه يصلح حاجة في البيت نعود ونتفق وزي ما بقول لكم نعمل اجريمنت مثلا الحنفية دي بايزة بقالها فترة هتصلحها لي امتى او ان شاء الله ايوة ان شاء الله ده امتى الاسبوع الجاي ان شاء الله بكرا ان شاء الله ويبقى فيه زي اتفاق بيننا كده ولما نوضح يعني لما حاجة تخرب في البيت ووضحوا لهم ان دي من الاسدس بتاعتنا دي من ممتلكتنا يعني الرجالة ممكن تعبنا ما يقصرش فيهم لجانة اللي يقصر فيهم اكتر الفلوس وهو شوف لو الحنفية دي ما تصلحتش هتخر مية وده هيكلفنا اكتر واللمبة دي لو ما تصلحتش اللي داخل في المكان ده ومش هيعرف يشوف وهكذا فنقول لهم على التأثير تأثير هذا الشيء علينا على صحتنا على جودة حياتنا انا لسه عاملة فيديو عن مفهوم جودة حياتنا مش عارفة هل في منكم شفتوا الفيديو اللي انا عملته قبل كده عن ادارة الجودة الشاملة لحياتنا لان انا اشتغلت كتير قوي في ادارة الجودة ففيه دروس كتير قوي تعلمتها وقدرت ان انا اطبقها على حياتي الشخصية وحياتي الخاصة فاعتقد انه ممكن نستفيد مع بعض من الحاجات دي فلما نصلح حاجة في البيت خربانة احنا بنزود من جودة حياتنا لما ما نتخنقش مع بعض احنا بنزود من جودة حياتنا لما نحط الجدول لولدنا في الفترة دي ويبقى زي ما قلتلكم فيه روتين صباحي روتين متائي روتين ليلي برضو بنحسن من جودة حياتنا لان يعني بديو بينكم يعني الدنيا مش مستهلة يعني حيبقى فيروس والناس بتتخانق دلوقتي على الحاجات في السوبر ماركت والحاجات دي وكمان حنتخانق في البيت كده ما ينفعش خالص اشوفكم بعد شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة